الشفافية في تقييم الأداء الحكومي ندوة لجمعية الشفافية الأردنية تحدث فيها ثلاثة أشخاص ذو اهتمام في الأمر وعلى اختلاف مسمياتهم البداية عند المتحدث الأول الذي اعتبر أن الثورة الإعلامية والتواصل الاجتماعي أعفت المسؤول من الشفافية كما أنها حالت بينه وبين الإفصاح عن قراره الشفافية أداء من أدوات التصدي للفساد بأشكال المختلفة سواء كان مالي أو إداري وشفافية إذا ما رشقت وأعطيت مداها في الدولة أنا أعتقد هي أداء للتواصل حقيقة ما بين صانع القرار بمستويات المختلفة والناس وأيضا أداء للمحاسبة لأنها تعطي للمحاسبة دلائلها وقرأنها أما المتحدث الثاني الذي استند على بيانات ونسب استطلاع للرأي حيث أشار إلى أن ثلثي الأردنيين يرون أن الأردن يسير في الاتجاه الخاطئ اليوم في عنا نحو ثلثين الأردنيين يرون بأن الأردن يسير بالاتجاه الخاطئ زي ما أنتم شايفين من شهر 8-2011 لغاية شهر 1-2019 الخط الأحمر يمثل نسبة الأردنيين الذين يعتقدون بأن البلد يسير بالاتجاه الخاطئ وهي بالعموم بشكل مرتفع كذبة بيضاء هكذا وصف المتحدث الثالث في الجلسة الشفافية لدى الحكومة اسمحوا لي أن أعبر عن قناعتي أمامكم بأن الشفافية أقرب إلى بيغوسين كذبة بيضاء لكنها جميلة ورشيقة ومفيدة وهي كذبة تساهم في حفل التخدير العام لأنها ببساطة تعيد تذكيرنا باللي بدأنا في أول شيء الجهات المسيطرة هي تحديدا تلك التي لا تريد منك التحدث عنها نحن من مرة مرحلة بحاجة إلى شفافية واضحة جدا في تهديد وجود إلى الأردن الكثير من الغموض والحاجة لمكاشفة المواطن قول فصل قيل هنا في أداء تقييم الحكومة الآنية في شأن الشفافية والمصارحة حمد أبو عرقوب رؤية